السلام عليكم أنا خليفة الهارون واليوم لدينا الابل واتش دعنا نبدأ وأنا أرويكم الساعة وبعد ذلك نحن نتحدث عن بعض المواسطات والتي أحبت عن الابل واتش بشكل عام تلاحظون أن نحن لدينا الشاشة هذه حجم الشاشة أو حجم الساعة 42 مليمتر وعندهم النوعين عندك الـ 42 وعندك الـ 38 في بعض الأشخاص يقولون أن الـ 42 للرجال والـ 38 مليمتر للنساء ولكن في رأيي هذا ليس بشرط فيمكن بعض الأشخاص يحبون الـ 42 مليمتر وبعض الأشخاص يحبون الـ 38 مليمتر أنا أفضل الـ 42 مليمتر من اليمين نحن نرى ما يسمونه وهذا لكي نتحكم في النظام وعندنا الزر لكي نرى ما يسمونه الفرنز منيو أو المنيو القائمة للأصدقاء من وراء التلفون نحن نشوف أنه عندنا عدة سنسورات مثلاً علشان نحن نقدر نشوف نبضات القلب وعندنا أزرار أيضاً من أسفل ومن أعلى السنسورات علشان نهوس ونقدر نشيل الباندز علشان نقدر نغير إذا نحن بغينا هذي يسمونه السبورت باند فنقدر نغير مثلاً نختار الباند اللي مصنوع من حديد وطبعاً عندنا الميكرافون وعندنا السماعات فيا الله خلنا نبتدي في المراجعة أولاً عندك أربع منيو سيستمس أربع قائمات أو أربع طرق عشان تستعمل الأبل واتش لو ننزل تحت أو نسوي سوايب دون نقدر نشوف أنه نقدر نتحكم في النوتيفكيشن هذه النوتيفكيشن منيو لو نرجع ونسوي سوايب أب أعلى التلفون هذه يسمونا الغلانسز منيو عن طريق الغلانسز نقدر نتحكم في عدة أشياء منهم التطبيقات اللي احنا نسوي انستول على التلفون ونقدر نتحكم مثلاً في الموسيقى أو حتى نقدر نتحكم في استعمال الجهاز ونشوف الجو وكذا في عدة أشياء هاي يسمونا لو ننزل ونهوس على اللي يسمونا الكراون نقدر نشوف المنيو ونقدر نشوف كل التطبيقات اللي موجود في الساعة فالصراحة في استعمال النظام أنا ما حسيت بأي بط حسيت أن الصراحة السيستم is very smooth وحبيت استعماله وقدرت أتحكم في عدة أشياء منهم طبعاً عندنا الساعة بس أقدر أقرأ مسيجاتي أقدر أتشوف صور أقدر أتحكم مثلاً في أوبر في عدة أشياء أنا قدرت أسويها مع الابل واتش وبعدين لو نرجع وأهوس على الساعة وأهوس على الزر اللي من أسفل اللي يسمونا الكراون أقدر أتشوف أصدقائي وأنا أقدر أختار أي أصدقاء أنا أحطهم في quick menu طبعاً هاي صديقي حمد وأنا حطيت صورتها عشان أقدر أتصل فيها أو أبعت له مسيجات وإذا هو عنده بعد أبل واتش أو ساعة أبل أقدر أبعث له صور أو حتى أقدر أبعث له إذا بغيت نبضات قلبي عن طريق الساعة فهذه بعض المعلومات عن الساعة بشكل عام بس حبيت أقول لكم عن بعض الأشياء اللي أنا حبيتها عن الساعة أولاً الهزاز لما أنا لبست الساعة وحصّلت على رسالة أنا ما حسيت أن الهزاز هزاز عادي حسيت الإحساس كأن الشخص قاعد يسوي لك شي قاعد يلمسك فأبيكم تلبسون الساعة علشان أنتم تفهمون قصدي من ناحية دقة الشاشة الصراحة أنا ما قدر أتشوف البيكسل فهما سووا الشغل عدل وأنا ما قدر أتشوف الفرق بين الأسود اللي على الشاشة ومن الزوايا فهما سووا الشغل عدل من ناحية إحساس مثلاً حتى الربر أو حتى من إحساس القزاز ناس ما نتوقع من أبل ما أعطينا أحسن جودة أنا عندي عدة ساعات ذكية منهم مثلاً الجي الجي واتش عندي الموتو ثري سكستي والصراحة أنا أستعمل الأبل واتش أكثر مما كنت أستعمل أي ساعة ثانية ليش؟ لأنهم يسوون شغل عدل لما أنا حصل مثلاً على المسج مثلاً لما أنا لابس الساعة وأحسيت من أحد لمسني مرتين ولما أشيل أو لما أنا أطالع ساعتي أتشوف المسج على الشاشة على طول وطبعاً مستعملين أو مستعملين الصور بطريقة تحس أن كأن الساعة تفهمك تفهم أن تشتبي بالضبط ومن ناحية السنسور اللي من وراء الساعة أنا طبعاً ما حصلت ما حصلت على أي مشاكل في استعماله أو حتى لما كنت بأكتشف شنو كم عدد نبضات قلبي ولكن حسيت أن شوي بطيء يعني لما حاولت أشغل التطبيق أول مرة وحتى ثاني مرة حسيت أن يطول شوي يمكن أن بعض الناس لم يكن لديهم وقت أو يمكن أن لا أستعدل لا أتأكد طبعاً من بعض التطبيقات الموجودة في الساعة أنا حبيت مثلاً ما يسمون الكاميرا أب لأنني قدرت أشوف الصورة من تلفوني على الساعة وقدرت أتحكم في الكاميرا أيضاً يعني أنني قدرت أصور عن طريق اللمس فتخيل لو أنت حطيت مثلاً تلفونك على الجانب عشان تصور أصدقائك وحطيته على ستاند تقدر تصور وانت قدرت لما تلمس على الزر على الشاشة على الساعة فهي شيء حلو طبعاً عندنا عدة التطبيقات منهم مثلاً عندك التطبيق الأوبر بس عندي مشكلة لما أنا شغلت التطبيق الأول مرة طبعاً الساعة تكلم معه التلفون والتلفون يشبك الإنترنت وحصل على المعلومات وبعداً يبث المعلومات من التلفون إلى الساعة فحسيت أنه طوال وايد يعني في الفترة اللي أنا كنت أنتظر علشان أشغل أو أقدر أحصل على أشوف التكاسي اللي موجودين في المنطقة كان بس طلعت التلفون من مخباي وشغلت تطبيق أوبر وفكيت نفسي يعني وما خسرت وكتي فقصدي أن بعض التطبيقات خاصة التطبيقات اللي يحتاجون معلومات أكثر من تلفونك أو اللي يحتاجون الإنترنت من تلفونك بتحس ببطء بس باقي التطبيقات خاصة مثلا تطبيق الأبليكيشن أو حتى الجدول أو قصية تطبيق الجدول أو تطبيق الصور أو حتى المساجات صراحة ما في أسرع منه فبشكل عام حبيت أقول لكم يا طيبين أنا حبيت الأبل واتش وايد وايد وطبعا أنا أحب شركة أبل ومنتجاتهم بس أبيكم تعرفون أنا ما أقترح أن تشترون الأبل واتش بس لأن أنا أحب أبل ولكن في استعمالي أنا حسيت أن الساعة ممتازة وأنا أعتقد أن أنتوا بتحبون الساعة أيضا فهذه بس مراجعة سريعة للأبل واتش إذا عندكم أي سؤال تقدرون تسألوني في أسفل الفيديو وأنا بجاوب في أسرع وقت وإذا أنا طولت عليكم سامحوني بس أنا أحاول أن أجاوب دائما يعني في أسرع وقت وحبيت أشكركم شكرا 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 لأن أنتوا تبعثون لمساجات وتشجعوني عشان أنا أستمر وأواصل يعني في الفيديوهات فأنتوا ما قصرتوا وأنتوا غاليين علي طيبين إذا حبيتوا الفيديو أبيكم بس أعطوني لايك لأن لما أعطوني لايك طبعا أنتوا تشاركون الفيديوهات مع أصدقائكم وأخيرا إذا تابعون تشترون أي شيء من Vodafone تقدرون تزورون أي متجر من منتاجر Vodafone أو تزورون www.vodafone.qa مع السلامة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر